رد فعل الإعلام على السوشيال ميديا النهاردة أصبح محل قلق وخوف وتخوف كتير من الإعلاميين وكتير من المؤسسات الإعلامية والصحفية ده حقيقي يعني أنت البرنامج بتاعك بينزل النهاردة بعد خمس دقيق بالضبط بتلاقي ميت كومنت أو مليون كومنت الحلقة دي كان تقييمها إيه؟ المشكلة دلوقتي أن السوشيال ميديا بقى عملية تقييم وتقييم فوري يمكن الخوف في السوشيال ميديا أو القلق من السوشيال ميديا في إيه؟ أنا في التيفي كبرنامج أنا عايزة أعرف أنا كويسة أو البرنامج بتاعي كويس ولا لأ فكنا الزمان بقى أيام كانوا يعلمونا التحدي الإزاء والتليفزيون يستنى بريد القراء عبل ما يوصل بقى أسبوعين ثلاثة في البريد لتقييم البرنامج رجع الصدى بقى أو الفيت باك إنما دلوقتي أنت بتاخد رجع الصدى فوري فلحظتها على الاسم أس بتاع البرنامج النهاردة كنت عامل إزاي بس الموضوع ده كان يعني وده عملية تفاعل قوية جدا وعملية تفاعل حلوة جدا وفي صالح الأعلام وفي صالح تطوير الأعلام ولو بقى الأعلامي والمعد وفريق القناة بياخد برجع الصدى ده بشكل دوري هو هيساعد على تطوير البرنامج المتاعه وتطوير المد وده مهم جدا وده التفاعل بقى وده نرجع للكلمة تاني اللي أنا بقولها ده دليل إن أنا بشتغل عند المشاهد ده دليل إن أنا بتاع المشاهد ده دليل إن أنا بقدم ما يحتاجه المشاهد